طابت أوقاتكم نشرة أخبار الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات دعاء همسي نواليشا والمخرج سيمون صور عنوين والنشرة عملية الجبن القاتلة تجنب لبنان عملا إرهابيا هذه المجموعة كانت عم تبعث متفجرات على لبنان بسطولي مرة سطل الجبن ومرة سطل شانتليش القوات الإسرائيلية تواصل أعمال الحفر على الحدود اليونفل تراقب والجيش على جهوزيته رئيس الكتائب يجدد المطالبة بحكومة اختصاصيين تعالج الأزمات راغب عليمي سيقادي حكمة ديب ويدعو بالريء إلى رفع الحصانة عنه مكرون يوجه خطابا مساء يطرح فيه إجراءات لمعالجة مطالب السترات الصفراء الحلم تحقق وهلأ صارت الكهرباء 24 على 24 شركة كهرباء زحلي وعدت وفيت رح نضوي ليل نهار مبروك لزحلي والجوار وعقبال لبنان كله كهرباء زحلي دايما نحو الأفضل تسمع بيقولوا عن شخص طاير من الفرح؟ هلأ مقابل كل 200 دولار بتصرفه على بطاقات بانك بيروت بيطلع لك فرصة مش بس تتطير من الفرح تتطير على البرازيل وتحضر كرنفال ريو دي جينيرو مع الشخص اللي بتختاره العرض جاري من أول تشرين التاني لأول كنون التاني 2019 والسحب رح يكون على جايزتين لشخصين ولتضاعف فرص الربح استعمل بطاقتك برات لبنان كمان مش خبرية بتطير من الفرح؟ تطبق الشروط والأحكام باوك بيروت معك لأبعد حدود النفق الجنوبي الذي دخله لبنان لا يزال متحركا على فالق أنفاق حزب الله التي تبحث عنها إسرائيل في أعمال حفر تقوم بها على الحدود تحت مراقبة اليونيفل وجهوزية الجيش اللبناني وتأهبه هذه الصورة العسكرية مضبوطة ميدانيا في نتيجة الاتصالات الدولية للحفاظ على الاستقرار وعدم الانزلاق إلى توتير أمني النفق الحكومي في المقابل الذي دخلته السلطة السياسية عاد إلى أبجد بحسب توصيف رئيس مجلس النواب نبيه بري خصوصا وأنه عالق على أكثر من فالق متحرك من العقدة السنية إلى انتكاس العلاقات بين بعبده وبيت الوسط وانفتاح الحديث عن حرب صلاحيات وصولا إلى أحداث الجاهلية وتدعياتها الأمنية التصعيدية فبعد الإعلان عن مقطع فيديو لكتيبة مسلحة سمت نفسها سلمان الفارسي الوحدة الخاصة هددت كلا من الرئيس الحريري والمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تم التداول بفيديو لشباب الطريق الجديد وقد سارع الأمين العام لطيار المستقبل أحمد الحريري إلى الدعوة إلى عدم الإنجرار والتأكيد على مرجعية الدولة لكن البداية من الملف الأمني وما كشفه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشموق من عملية أمنية استباقية نفذتها شعبة المعلومات وجنبت لبنان عملا إرهابيا خلاصة ما قاله المشنوك أن هناك مجموعة إرهابية كانت ترسل متفجرات إلى لبنان مرتين بشكل أساسي مرة في سطل جبني ومرة أخرى بسطل شانكليش وسنكون مع تفاصيل هذه العملية في اتصال مباشر مع منذبتنا مجدولين عيد مجدولين اتفضل نعم دعاء كما ذكرت فأن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوك كشف عن عملية وأهداف إرهابية صميت بعملية الجبنة القاتلة كون المتفجرات نقلت مرة في سطل جبني ومرة في سطل شانكليش تحتهما متفجرات وكان المطلوب أن يعاد تركيبة في لبنان لتنفجر أما الأهداف المحددة بحسب وزير الداخلية والبلديات وهذا المشنوك الذي ما زال في مؤتمرها الصحفي هنا في المقر العام بلمديرية العامة لكواء الأمن الداخلي تركز على ثلاثة أهداف أماكن العبادة تجمعات للنصارة بحسب تسميتهم والأمر الثالث تجمع للكواء العسكرية وكان المطلوب أن تتم بفترة الانتخابات النيابية لتعطيلها وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه العملية استمرت لعشرة أشهر النصارة منعقلة بعد مقاله وزير الداخلية هذه المجموعة كانت عم تبعد متفجرات على لبنان مرتين بشكل أساسي بسطولي مرة سطل جبني وتحته المتفجرات وعدتها مفكفة كلي عادة تركيبة ومرة سطل شانكليش كمان تحته متفجرات كمان كان مطلوب أن يعاد تركيبة بلبنان من شان تتفجر الأهم أن العمليات اللي كان مكلف فيها كان دايما تركز على ثلاث أهداف الهدف الأول هو أماكن العبادة والهدف الثاني هو تجمعات لشيء اللي بسموه النصارى والأمر الثالث هو على القوى العسكرية أي تجمع للقوى العسكرية كان مطلوب أن هذه العمليات تتم بفترة الانتخابات بحيث أنه تتعطى الانتخابات وتعمل أكبر ضجة ممكنية المشنوع أشار إلى أنه بقارئ سياسي فوجئة أن المصدر لهذه العملية هو إدلب ونوها بدور الأجهزة الأمنية لسيما بشعبة المعلومات التي أشار إلى أنها مستمرة بعملها غير متأثرة في الحياة السياسية في لبنان ولفت وزير الداخلية لأكثر من مرة إلى أن طبيعة العملية لأنها توقفت للتأكيد أن الأمن يستطب والأمور الأمنية على أحسن ما يرام ومنذ أكثر من ثلاث سنوار لم يسجل أي حادث أمني لأسيما في بيروت وفي كل المناطق اللبنانية دعاء المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية مستمر كما ذكر مزيد من التفاصيل في نشرة الخامسة والربع في الجنوب يواصل الجيش الإسرائيلي أعمال الحفر في منطقة ميس الجبل تلت الشرائي عند الحدود الجنوبية حيث استقدم أربع جرفات وحفار ضخمة للبحث عن أنفاق حزب الله واستحداث ساتيرا ترابيا وعمد الجيش الإسرائيلي بالأمس إلى تركيب كاميرات مراقبة مقابل بوابة فاطمي في ظل انتشار عسكري خلف الجدار العازل ومن الجانب اللبناني يسير الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات لونيفيل دوريات مكثفة على طول الحدود الجنوبية لمراقبة الوضع عن كسر وتوجه النائب قاسم هاشم إلى كفر كيلة وميس الجبل للمشاركة في تحرك شعبي شجبا لعمل الجرافات الإسرائيلية التي تقوم بعمليات حفر في المنطقة المتنازى عليها رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي لجميل لا رأى أن لبنان يعيش هزات أمنية إلى جانب أخطر أزمة اقتصادية في تاريخه وهو من دون حكومة منذ سبعة أشهر وقال لجميل إذا كنتم عاجزين عن الاتفاق على حكومة تتحاصصون فيها شكل حكومة اختصاصيين لينكبوا على معالجة الأزمات بأسرع وقتا وضموا إليها ضابطا من أهم الضباط في الجيش اللبناني وهم كثر مثل الجنرال مارون حتي ليكون وزير دفاع ويضع خطة دفاعية تحصن البلاد في وجه أي عدوان من أي جهة أتى وراء لجميل أن بناء بلد أفضل يتطلب أن نكون قادرين على تقرير مصيرنا وليس أن يقرر حزب الله مصيرا عننا فمعركة السيادة والاستقلال وتحرير لبنان وقراره هي الأساس ومن دونها لا معنى لقيام مشاريع وخطط اقتصادية أو حتى قانون انتخاب الجميل كان يتحدث أمام طلاب الجامعات الخاصة الذين التقاهم في بيت الكتائب المركزي في الصيف حربوا فيديوهات بعد الفاصل في معاشات المساء اليوم الاثنين ماذا يريد حزب الله من استمرار تعطيل تأليف الحكومة وما هي شروط التسوية الممكنة معه الجواب مع الكاتب والمحلل السياسي سامم نسا معاشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة الخامسة والربع إعداد مدريات الأخبار تقديم دعاء حمصي فرح اعتبر النائب عصام عراجي في حديث لإزاعتنا أنه يجب التوجه إلى حزب الله لحل عقدة تشكيل الحكومة لا تنحط على الرئيس الحريري أنه هو سبب تأخير تشكيل الحكومة الأطراف الثانية هي لعائلة تشكيل الحكومة فيه هجم هلأ على الرئيس الحريري بالجهلية كلام تهديد واضح أنا ما بعرف كيف بيقبلوه اللبنانية كيف بيقبلوه اللي كانوا قاعدين هونيكي كيف ترضى أن رئيس حكومة يتهدد بالشكل هذا وبعدين يتهدد رئيس جهاز أمني اللي هو لوئ عثمان ويتهدد كمان المدعي العام التمييز السامين حمود هذا كلام غير مقبول هذا كلام نحن مرضى فيه هجم على طرف معين لبناني وخاصة الهجم هذه أجت من خارج الأراضي اللبنانية الجود أصبح متوتر الكلام اللي عبين قال التهديد اللي عبين قال لرئيس الحريري لا يزمعوا الناس اللي عبين يفكوا الحكي هذا أنه هذا الحكي بيؤدي إلى فتنه بالغلود النائب تيمور جنبلات دعا بعد لقائه على رأس وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني دعا الأطراف السياسيين إلى تسريع تشكيل الحكومة مؤكدا أهمية معالجة الوضع الاقتصادي قبل الانهيار الكامل وأعلن تقديم الوثيقة الاقتصادية التي أعدها الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي إلى رئيس المجلس النيابي الوفد الاشتراكي يزور في هذه الأثناء بيت الوسط على خط حزب الله رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق أن الأزمة الحكومية التي بلغت مئتي يوم من عمر حكومة الرئيس المكلف تزداد تعقيدا وتستنزف اقتصاد لبنان ومعنويات اللبنانيين بدل من أن نقترب من الحل نبتعد عن الحلول وأوضح أن هناك حلولا متاحة تجعل الجميع رابح وهناك صيغة حل لا تكسر ولا تقصي أحدا وتضمن توزير السنة المستقلين في هذا الوقت لا تزال أحداث الجاهلية تتفاعل وقد علق الأمير العام لتيار المستقبل أحمد الحريري على الفيديو المتداول باسم شباب من الطريق الجديد وأكد عدم علاقة المستقبل به ونبه جمهور المستقبل لتجنب الإنجرار إلى الأسليب التي يعتمدها الخارجون على القانون وأكد أن الدولة ومؤسساتها الشرعية مرجعيتنا وملاذنا مهما تعظمت التحديات وكان انتشر عبر الفيسبوك مقطع فيديو لكتيبة مسلحة سمت نفسها سلمان الفارسي الوحدة الخاصة هددت كلا من الرئيس سعد الحريري والمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان طمأن حاكم مصر في لبنان رياض سليمي إلى أن الليرة ستبقى عملة مستقرة لأن المعطيات الرقمية تؤكد ذلك وأضاف أن المشروع الوحيد الذي يتمسك به لبنان هو مشروع السادر الذي يفترض أن يعيد تأهيل البنية التحتية القادرة على توليد النمو وأوضح سليمي أن الليرة اللبنانية خضعت لضغوط خلال العام 2018 مشددا على أن مصرف لبنان كان قادرا على السيطرة على الوضع ونفى سليمي أن يكون مصرف لبنان أوقف القروضة السكنية موضحا أنه ثمت رزمة جديدة خلال 2019 وبقدر الإمكانات التي يحددها الوضع النقدي تفاديا لرفع التضخم الذي تجاوز 7% وأضاف أن تحديد حجم الرزمة سيتم قبل نهاية السنة من قبل المجلس المركزي لمصر في لبنان حال البلد لا في الصمت محلولا ولا في الأغنية أيضا وهكذا تثير أغنية النائب حكمة ديب كيف تفاعل اللبنانيون ديم الحجار والتفاصيل هي ليست المرة الأولى التي تعبر فيها أغنية عن واقع البلاد ومشاكل العباد على غرار أغاني الفرسان الأربعة ولكن هذه المرة لم تمر أغنية الفنان راغب عليمي مرور الكرام ففي سابقة من نوعها أثارت أغنية طار البلد للسوبرستار حفيظة النائب في تكتل لبنان القوي حكمة ديب الذي يبدو أنه لم تعجبه دعوة الأغنية الشعب اللبناني إلى التصدي والتحرك وعدم السقوط عما يحصل للحفاظ على لبنان فقال تعليقا هيدا لازم يطير راسه شو يعني طار البلد شو هلا مسئولية الفنان عليم اعتبر كلام ديب تحريدا على القتل وأكد لإذاعتنا أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أوجه من خلالكم إخبار للنائب العام التمييزية وهي فيها تطلب رفع الحصانة وإذا بتقبل أنه فنان مثلي بحجمي وبعطائي وبشعبيتي يتهدد على الهوام النائب يقطع راسه على الأقل يستجب هذا النائب أنا بطلب من المدعي العام التمييزي أنه بيطلب رفع الحصانة ويطلب لأسجواب ليه قال هيك تضامن واسع مع عليم عبر عنه عدد من الفنانين والإعلاميين والسياسيين اللبنانيين عبر تويتر تحت هاشتاج كلنا راغب عليم مستنكرين ما اعتبروه تهديدا داعشيا وقال الفنان عاصل حلاني لن تنبع الشرارة الإصلاح في هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلمت الشعوب وحافظت على حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الآخر وليس يا سعادة النائب من خلال تقطيع الرؤوس الفنانة كارول سميحة دعمت علامة وكاتب الأغنية نزار فرانسيس وملحينها جان ماري رياشي وكتبت الفن هو صرخة الحرية النائب اليس حنكش غرده قائلا مش يلي عبر عن مشاعرنا لازم يطير راسه حدا تاني لازم يطير من البلد وتوجهت الأعلامية غادة عيد برسالة إلى النائب ديب طالبته فيها بالاعتذار من علامة وفرانسيس أيضا هاشتاك تار البلد تداول به الناشطون بكثافة عبر تويتر وعبروا من خلاله عن دعمهم للفنان راغب علامة وقال أحدهم ولف الشي تلي خلق بها الغنية ويلي تحت باطه مسلّب تنعره في المقابل كانت تغريدات تنتقد علامة فقال أحدهم هلأ شايف راغب علامة إنه طار البلد وقت ميشيل سليمان وداعش والنصرة بعرسال والأسير على طريق صيدة والمولوي بسيارة رئيس الحكومة والتفجيرات بالضاحي ما كان شايف البلد عم يطير وأرفق تغريدته بهاشتاك مغنوات غب الطلب إذن الأغنية أزعجت البعض لكنها أوصلت الرسالة كشف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الهندسية أنطون سعيد في حديث لإذاعتنا أن مناقصة مشروع توستراتجوني انتهت وسيبدأ العمل به مع انتهاء جسر جل الدين أوجه المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر عفوا سنستمع إلى حديث أنطون سعيد الأعمال الأساسية التي هي فوق الأطوسترات للجسر نعتبر هلأ صارت منتهية هلأ رح يصير فيه أئذالة للأمور البروبيزوارية موجودة على الأطوسترات أكيد تضيق للوقات البطنية اللي هنه محصولين بنص الأطوسترات كلمال هلأ هالفترة اللي هي فترة العياد يصير فيه فتح السر أكثر بالأخص بهالسبوعين الجيين والأسبوع ما بعد الميل وجه المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا إلى وزير الأشغال العام والنقل طلب بموجبه التطبيق مذكرة مدرية التنظيم المدني لجهة ضرورة تركيب محطة تكرير مياه مبتذلة للأبنية في المناطق الكافة صادرت القوى الأمنية في بعلبك الهرمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبإشارة من المحام العام الاستئنافي في البقاع سبع مولدات عائدة للمشغل فهند دندش الملقب بالأخطبوت لعدم التزامه بتركيب العدادات ضمن المهنثي القانونية لفت رئيس هيئة المفاوضات المعارضة السورية نصر الحريري إلى أن مساعي روسيا لسحب رعاية الأمم المتحدة لعمل اللجنة الدستورية هي السبب في فشل تشكيل اللجنة حتى الآن ورأى أن نظام بشار الأسد يرغب في تشويه العملية السياسية التي ترعاها المنظمة الدولية تقدمت الأمم المتحدة باقتراح لوقف الحرب في الحديدة في خلال المحادثات الجارية في السويد وينص الاقتراح على انسيح الحوثيين من المدينة الساحلية في مقابل وقف القوات الحكومية لهجومها ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة وعرضت الأمم المتحدة نشى عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة لفت وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش إلى أن من غير المستغرب أن يخرج الإعلام الإيراني والعربية التابع له صباح اليوم وينعم مجلس التعاون للمرة الألف وقال من وجهة نظر أبناء الخليج فإن المؤسسة باقية وناجحة ولن تقوضها هذه الأزمة أو تلك يواجه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون خطابا إلى الشعب الفرنسي اليوم في مسعى لتهديئة محتجي السطرات الصفراء والمناهدين للحكومة وفي سياقنا متصل أكد رئيس اللجنة الدولية التابعة لمجلس الاتحاد الروسي أن فرنسا تحاول السير وراء المحردين من لندن وكييف لتحميل نتائج أخطائها السياسية الداخلية لروسيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حال الاستنفار القصوى في الصادرات في حقل الشرار النفطي نتيجة الإغلاق القصري للحقل من قبل جماعات تدعي انتماءها لحرس المنشآت النفطية قضت محكمة العدل الأوروبية بحق بريطانيا التراجع عن اتفاق لبريكسيت بشكل أحادي تعطلت خطوط القطارات الرئيسية في ألمانيا اليوم إسراء دراب نفذه عمال سكاك الحديد للضغط من أجل زيادة رواتبهم أدت عاصفة قوية ضربت جنوب شرقي الولايات المتحدة في الساعات الماضية إلى مقتل الشخص وترك 310 ألاف شخص من دون كهرباء وأجبرت شركات طيران على إلغاء رحلاتها أمس ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو غدا غائم ماطر مع استقرار في درجات الحرارة وتشد الرياح التي تبلغ سرعتها 75 كم في الساعة ويرتفع معها موج البحر لحدود أربعة أمتار وما فوق في الشمال وتتساقط السلوج على ارتفاع ألف وثمانمائة ماتر وما فوق يودع لبنان الشاعر موريس عواد موريس عواد في سطور وتقرير لجيتا مارون يلي بحزن أدوافاتهم أنه ما يرجع يجي مثلهم الله يرحمك موريس عواد شعرنا وكاتب أنشيد مؤاومتنا اللبنانية من وعدك ثورة فكرك وشعرك تبقى منارتنا بالأيام الصعبة بهذه الكلمات نعى رئيس حزب الكتائب النائب سامي لجميل الشاعر موريس عواد الذي غيبه الموت أمس عن عمر يناهز 85 عاما موريس عواد إنه شاعر المقاومة اللبنانية ومن آثاره الشعرية هذه الأغنية التي لحنها الفنان الكبير إلياس الرحباني عواد تناول أيضا مختلف المواضيع في كتاباته ولا سيعم المرأة والوطن الوطن فكرة مش أرض الحدود هي السياج تيحميها الفكرة حتى تضل تنمى يعني الفكرة جوية الأرض اللي خلقت عليها وأن الفكرة بتضيع والأرض بتصير بالألاون ساعتها بيجي شعب تاني عنده فكرة بيحطها بهالأرض وبتصير إله انضم اسم موريس عواد في العام 2015 إلى لائحة المرشحين لجائزة نوبل للأداب بعدما وافقت لجنة الترشيحات في الأكاديمية السويدية على ملف ترشيحه بالبداية كان الصنم والصنم كان واحد ومن إيدي الإنسان بلش يتعجن الطحين وتنحت الحجر وتحفر الخشب صارت تعطي للصنم وجه وهيئة وحجم ونزاد ندفت وهم على الأرض البعد ما ندفت من وهمة الأدي بس في أصنار بتنحب مثل الوطن الفن التحفي ومثل الشيء اللي بيصير رمز لتاريخ شعب موريس عواد كان في موقع المدافع عن الشعب الشعب أنا بعرفه منيه وأنا قاعد معه ما بيجذب الشعب فيه كم واحد عم يجذبه على الشعب وعم يجذبه على بعضهم الشعب بيحكي وبيصرخ وقت اللي بيعطش لقايد أو وقت اللي بيكون عنده قايد كبير بيعطيه حرية كتير وحتى يحميله الحرية من الزعران بمشي النظام كتير واللي بيجذب وبغسل إيديه وقت اللي لازم يصرخ بيقتل وطن موريس عواد هو من أهم شعراء العمية اللبنانية وخير وارث لتراث هذا الشعر وعمل على تحديثه وتطوير لغته وجملياته وربطه بالشعر العالمي الجديد من خلال ثقافته وإخراجه من عزلته المحلية وهو صاحب تجربة فريدة وأساسية في هذا الحقل وصرف عمره في الكتابة وأبدع دواوين كثيرة أشبه بالعمارة الشعرية وداعا موريس عواد ما في شي على الأرض من نشغل البشر ما في شي مقدس غير الحياة واليوم الدين عم يدمر العالم عم نقتل بإسم الله ونلغم ونفقخ وننتحر ونموت فيه بلبنان 18 الله ما فيش الله بيقلي مع الثاني ماذا الآن في عنوين النشرة عملية الجبن القاتلة تجنب لبنان عملا إرهابيا هذه المجموعة كانت عم تبعث متفجرات على لبنان بسطولي مرة سطل جبني ومرة سطل شانتليش القوات الإسرائيلية تواصل أعمال الحفر على الحدود اليونفت تراقب والجيش على جهوزيته رئيس الكتائب يجدد المطالبة بحكومة اختصاصيين تعالج الأزمات راغب عليم السيقادي حكمة ديب ويدعو بري إلى رفع الحصان عنه ماكرون يوجه خطابا مساء يطرح فيه إجراءات لمعالجة مطالب السترات الصفرة من صوت لبنان قدمنا نشرة للأخبار